تحتاج إلى 7 أشياء لتجمع مجتمع 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 وأنا سأذهب لك في هذا الفيديو لذلك اشتركوا مرحبا، اسمي هو حسين، فاوندر من سكسس كريد إذا كنت تستطيع تجمع هذه 7 أشياء، يمكنك تجمع مجتمع مجتمع أو شخص termini or offline they're using these seven steps about a profitable business so the first thing you need to build a successful business is the right mindset most people who start a business have the wrong idea how business really works because they got their ideas from other people, jobs they worked in or from school or had no idea how to make a business تعمل في العالم الحقيقي. بالطبع إذا كنت تأخذ ما تتعلم في المنزل أو من أخرين إلى ما تستطيع أن تفعله، ستأخذ بالقبض. لذلك، هناك ثلاث أشياء التي يمكنك تفعله عنها. 1- تحتاج إلى تباستخدامك. ما هذا يعني في المنزل هو أنك يجب عليك أن تفعله بكثيراً 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 وإنهاراً وغيراً من أن تذهب إلى هناك وقوم بعمل المنزل لأجهزة جديدة. 2- تحتاج إلى تعمل على مستخدامك أولاً. إذا كنت تكون هناك مستخدامك أولاً وحتاج إلى المنزل لكثيراً وإنك ترى المنزل الكثيراً. 3- تحتاج إلى مستخدامك أولاً. 3- تحتاج إلى مستخدامك أولاً. عندما يتحدث إلى عملية، لا تريد أن تحصلها كما أنها عملية إنها مرحلة مختلفة من المسؤولة عندما يتحدث إلى عملية، تفعل عملية و تحصل على عملية لكن عندما يتحدث إلى عملية، ليس عن عملية أخرى إنه عن تصنع عدد من أخرى الثاني، ما يحتاج إلى عملية أخرى هو الناس الثاني إذا لم تكن لديه الناس الثاني، يمكنك أن تفعلها و تفعلها في عملية هذا هو لأن العملية لا تريد أن تحصل على عملية أخرى دعني أقول ذلك أخرى العملية لا تريد أن تحصل على عملية أخرى عملية أخرى، و تحتاج إلى عملية أخرى و بسبب أن المحلية أرباحية أخرى و تحتاج إلى عملية أخرى وأجب أن تحتاج إلى أتكار أن العملية تحصل على شيء والأنها تريد أن يحصل على سبيل أجد possible والنحة هم الأشخاص التي تحتاج لك لذلك يجب على الأجد هنا أتدخل الأشخاص مستقبل ويقفل ذلك المحتوى. لأن الناس سوف يجب أن يجب علي المساعدة للمشاعداتهم وليس الناس. الثالث الذي يجب عليك إجراء عمل أفضل و أفضل عمل أفضل هو الناس صحيحة. لإجراء عمل أفضل يجب عليك أن تفعل شيئا. أنت لا تفعل مصابل. في عمل أفضل، من أفضل المستخدم، يريدون مواقع، يريدون مواقع، يريدون مواقع، يريدون مواقع لما يتساعدهم. ليس للمشاعدة الذي يبحث عنه، يبحث عن ما يبحث عنه. عندما تفعر قد تتكلم من مجرد من أفضل المستخدمة و خصوص مواقع، تقوم بإمكانك بإمكانك بالنسبة للمشاعدة مواقع. التفعيل هناك هي أنك لا تفعل مواقع مواقع، تفعل مواقع، تفعل مواقع. يجب عليك إبعادة الناس من المشاعدة من المشاعدات الصحيحة التي يتحلق من المشاعدة المواقع. الثالث المثال هو التعبير الأخير الذي يجب أن تفعله هو أن تقوم بتعبير المثالات التعبير يجب أن تفعل ما فعلتهم عندما كانوا مجموعة أجل عندما بدأتها تحرك هذا في ذلك التعبير يجب أن تحصل على المستخدمين ليس لتذكركم المثال هو أن تتعبير المثال أن ما يوجد وما يوجد المثال ما يوجد المثال هو ما يحتاجون لتعبير المثال يجب أن تقوم بتعبير المثال والمثال في الوصف ما يجب أن تفعله هو أن تجد نية التي يمكنك تفعلها في طريق مختلفة المثال 5 لتجمع مستخدمة ومشاركة أجلسة لتعبير المثال تستخدم المثال تستخدم المثال لفعل ما يهم المثال 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 في المثال 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 يجب أن تقول كيف أفعل ذلك؟ حسنا بسرعة توقف المثال تشترك تنظر تحرك المثال حسنا and do the things that are most important doing many things at once takes away your productivity stop checking email all the time stop checking your phone all the time with all the notifications what I suggest for you is to have a block of time of at least one hour without any interruptions to complete your work the next thing you need to start a profitable business is the right action you need to do the right things there are very few activities in business that makes money and all the rest are simply distractions and for some reason the distractions seem to appear as urgent and that makes you forget about the money making activities which are the product and the marketing you will learn more from taking action than from making a perfect plan now the important concept here speed of implementation this is what separates the winners from the losers take action immediately on your ideas the last thing you need to build a successful business is the right people if you are going to have a great success in business it is going to be working with other people whether it's getting more customers or hiring people to do certain things or working with other businesses to sell your product to their customers you need to make sure they are always the right people pay attention to the results that you get all the time so let me know your thoughts which do you struggle with more having a product or with marketing let me know in the comments below thanks for watching thanks for watching